طيب هنروح لرجال السلة الاهلي الحقيقة اللي عندهم موسم السنة دي صعب موسم قوي تدناب طبعا بمرتبط رجال وسيدات وفوزنة به طبعا كابتن قاشر توفيق رافع الحمل البدني يمكن ليه رافع الحمل البدني زي ما قلت حدق كان فيه اصابات عمر الجندي مثلا سورطه معانا عمر الجندي كان عنده كورونا ورجع مش عارف اهب امين ورجع فيه احمد مهيب عندك مودي الجرحي اصابات فيه فرق سرعات الجمال ايضا كان مصاب خمس اصابات زائد اللي موجودين اصلا كانوا عندهم كورونا عمر طرق ومحمد مصطفى مودي وعبد الفضيل التلاتة دول هعملوا مسحة ومنتظرين نتجاتها عشان ان شاء الله لو طلعت سلبية هيشاركوا مباشراتهم في التمرين الجماعي واللي كانت نقاشر توفيق عنده طبعا مباراة في دور الستاشرة او رجال كرة السلة عندهم مباراة في دور الستاشرة هيلعبوا الكسبان من الشرقات بخان والترام الحقيقة ده هتلاقي بيوم السبت اللي جاي مطش يعني مهم برضو للتجانس طبعا دي بتبقى فرصة كويسة يعني يمكن احنا كنا بنتكلم معهم فيه لعيبة حتى الان ملعبوش مع بعض او لعبوا مطش واحد بس مع بعض يعني عمر طرق مثلا مع الجمال مثلا ملعبوش كتير مع بعض ليه صفقات جديدة اصابات اشتراكات قليلة فالدنيا راحت على ايه على انه ملعبوش مع بعض كتير فطبعا محتاجين اللعبوا مع بعض وده اللي بيعملو كتش اشف بدني لغاية ما اللعبة تكمل وبعد كده يبتدي في المباريات ويبتدي في التدريبات الجماعية الكاملة للعبة